السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم محبي مسلسل غصون في الوحل إليكم ملخص الحلقة ما قبل الأخيرة وأهم أحداثها بسام يضع سم في كأس غصون وتشرب ذلك السم غصون ثم يطلب منها أن تعطيها الصور والفيديوهات التي كانت تهدد ابتسام بها وأن لم تعطي الصور فسوف يتركها تمت ثم يخبرها أنه لديه الدواء الذي يشفيها وسيعطيها إياه إذا أعطت الصور والفيديوهات ثم تعطي كل شيء يخص ابتسام يذهب بالسام ويخبر ابتسام أنه حصل على تلك الصور والفيديوهات ويخبرها أنه لم يضع لغصون سم بل وضع لها أعشاب من الأعشاب فجعل هذا بها لكي تخاف وتعطيه الذي يريده تأتي ألم المخاض إلى أروان وتتصل بفيصل وتطلب منه أن يأتي إليها لأنها ستولى تأتي اتصال إلى خالد ويخبره أن والدته توفيت ويحزن خالد كثيرا بدرية تتحدث مع فواج وتقول له أنها تريد أن تذهب إلى عرس ابتسام وتخبره أنها محتارة أينها ستترك الطحل ويقول لها فواجا تترك عند غصول لكن بدرية لا تقبل بذلك لأنها لا تؤمن لغصول تصدر المحكمة على يعقوب الحكم 25 سنة بتهمة المخدرات وتفرع غصوم من هذا إذا هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد والآن ندعكم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته